حضرتك مسافر على جرش بعد العلمين زي بتستعد ده؟ بستعد لجرش أولا يعني دايما أنا بغني بحافظ على صوتي يعني بعرف أنه صوتي ده لازم يتقسم بين الناس وبعطي كل ما عندي لكن ما بخليش صوتي يخسر قوته واندفاعه كده أحضر للقاء جرش بقالي زمان ما غنيتش في جرش وبقالي ممكن أكتر من 15 سنة ما رحتش لمرة جان جرش غنيت في الأردن كتير جدا لكن مش في جرش والنهارضا الإدارة الجديدة بتاعت جرش شجعتني أني روح غني فيه وإن شاء الله بيكون تفاعل كتير كبير مع الجمهور